كابتن واحد من الناس اللي عليها العين كهرباء خلال هذه الفترة قدى بشكل متميز اعتقد ان كولر له الدور الاكبر وكهرباء نفسه طبعا ولكن ربنا ثم كهرباء وبعد كده كولر بص اسلام يعني احنا قلنا الكلام ده يا جماعة كهرباء لعيب يعني مميز كهرباء يعني عودته للمنتخب كهرباء كان لعيب اساسي في المنتخب لو انه نرجع بس بالزمن كده وكان مؤثر اه مؤثر بشكل جدا في المنتخب كهرباء وبعدين كهرباء من لعيبا لنطجة بصراحة يعني كراويا وفنيا كهرباء الفترة اللي فاتت دي الله يكون فعونه هو اكتر واحد يعني كان محطوطه احت ضغط اكتر واحد يعني كان بيتهاجم اكتر واحد كان بيتقال ان موضوع ده مش هتحل اكتر واحد كان بقوله انه هتوقف ومع هذا هو كان بيتمرن وبيكتهد ومستر كهرباء قاعد معا اكتر من مرة جلسة فيها اعداد نفسي لكهرباء وهو شاف وشاف امكانياته من خلال التدريبات من خلال المرات الحبية حتى الاوقات اللي كان بيديله وبيشركوا فيها كهرباء كان بيكون عنده حسن نظام الراجل وحسن نظام الجماهير فكهرباء يا اسلام انا شايف من اللعيبة من افضل اللعيبة اللي في التدل هجومي يعني كهرباء يقدر يلعب من تحت كهرباء يقدر يلعب جناح كهرباء كمان فاجئنا بحيطة رص الحربة مفاجأة لنا كلنا ان كهرباء اسلام في المكان ده مبارح انا كنت تفرج على ريال مدريد وبرشلونة الراجل بتاع ريال مدريد اللي هو بنزينة ده بنزينة نفس التحرقات بتاعت كهرباء وجوده بين السكسيار ده ضربة الجزاء وجوده في التحرك على الزاوة القريبة التحرك على الزاوة البعيدة يعني انا عدت مبارح كده بص قلت ما شاء الله نفس التحركات بتاعت كهرباء يعني عاز اقولك ان كهرباء كهرباء اللي بقى نفس التحركات بتاعت بنزينة بالزبط يعني والله اسلام ايه صح صح فكهرباء يعني نطجه وصل للمرحلة انه بقى يعرف المكان اللي بيجي فيه اللي بتيجي فيه كورة اللي يقف فيها ويقدر يسجل من خلالها اشتركوا في القناة